المتهم الأول في قتل آلاف الأطفال كل عام في الولايات المتحدة هو عنف السلح هذا ما أكده مشرعون وخبراء حقوقيون أشاروا إلى أن أعداد الضحايا من الأطفال جراء الاستخدام السيء للأسلحة في ازدياد مستمر أصبحت الأسلحة الآن السبب الرئيس لوفاة الأطفال في أمريكا ليست حوادث السيارات ولا الإصابات المنزلية ولا الأمراض مثل السرطان ووفقاً لمركز السيطرة على الأمراض وفي آخر إحصائية متوفرة لديهم في العام 2020 فقد توفي أربعة ألاف وثلاثمائة وثمانية وستون طفلاً ومراهقاً من الأمريكيين جراء أطلاق النار حقوقيون وأقارب ضحايا العنف المسلح الحاضرون في الجلسة أكدوا أهمية وجود أفراد شرطة للحراسة داخل المدارس لمواجهة أي احتمالات لإطلاق النار داخلها المهم في اللحظة الحاسمة هو سرعة الرد المسلح لمواجهة العنف إذ يلعب عناصر الحراسة في المدارس دوراً حاسماً في هذه المواجهة وكسب الوقت لتشتيت انتباه القاتل نحوهم وليس نحو الأطفال ورأينا ذلك جلياً في حادثة القتل الجماعي في مدرسة ثانوية في مدينة سانتافي حيث نجح أفراد حراسة المدرسة في تشتيت انتباه القاتل ومواجهته في أقل من أربع دقائق وبخلاف تخصيص أفراد حراسة في جميع المدارس في الولايات المتحدة يسعى مشارعون لرفع السن القانونية لشراء الأسلحة الهجومية في البلاد إلى 21 عاماً بالإضافة إلى عدم السماح لأي شخص يعاني من بعض الأمراض النفسية من امتلاك أسلحة نارية وبعد أن اتفق الديمقراطيون والجمهوريون بمجلس الشيوخ على صياغة موحدة حول قانون امتلاك الأسلحة تسعى القيادات الديمقراطية بالمجلس للتصويت على مشروع القانون قبل عطلة عيد الاستقلال الأمريكي في الرابع من شهر يوليو المقبل عبد الرحمن البرديسي الحرة واشنطن